سأل عن تعذيب الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن امرأة دخلت النار بسبب هرة ورجل دخل الجنة بسبب كلب قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخل رجل الجنة في كلب سقاه كلب كان عشان فسقاه الرجل عندما ملأ له الخف الحذاء جلكم الله ملأه بالماء ثم سقاه نزل إلى البير وأتى له بماء فغفر الله تعالى له فدخل الجنة فحيوان قد يدخلك الجنة وحيوان قد يدخلك النار أنت لست ملزما أن ترعاه هذا الحيوانات السائبة السوائب التي في الشوارع لست ملزما أن تطعمها ولا أن تسقيها لكنك ملزما أن لا تؤذيها يحرم عليك أن تؤذيها تركها يا أخي استنتحد قال لك روح ربي أحد سألك عنها تركها يتاكل من الشوارع تقل الله هذه أنفس هذه أنفس قد تحاسبك يوم القصاص وإنما سمي يوم القصاص قصاصا لأنه يقتص فيه كل مظلوم من ظالمه حتى إن كان الظالم إنسانا والمظلوم حيوانا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نلقاه وعلينا مظلمة لمخلوق من إنس أو حيوان أمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر